اشتركوا في القناة النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن حاجة اسمها الاخصاب في الحيوانات احنا عندنا نوع من التكاثر بيحدث في الحيوانات يعرف بالتكاثر الجنسي وفي هذا النوع من التكاثر بيكون عندي فرد مذكر وفرد مؤنث بيقوم بهذه العملية يعني عندي ذكر وانسة زي الانسان كده وعملية الاخصاب بتحصل ازاي في الاول خالص بيحصل حاجة اسمها اندماج مشيج مذكر اللي جاي من الذكر اسمه الحيوان المنوي مع المشيج المؤنث من الانسة وهو البيضة يعني الذكر ينتج حيوان منوي والانسة تنتج بيضة فعندما يندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث بتنتج البيضة المخصبة وتعرف باسم اللاقحة وهذا هو موضوعنا اليوم وهو موضوع الاخصاب يبقى زي ما انت شايف كده في الصورة مشيج مذكر حيوان منوي يندمج مع البيضة مشيج مؤنث ومن اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث يتكون اللاقحة او بيضة مخصبة انواع الاخصاب لدينا نوع من الاخصاب يعرف بالاخصاب الخارجي يحدث الاخصاب الخارجي في بعض المخلوقات الحية مثل البر مائيات كالضفادع وغيرها وفي معظم الاسماك حيث تطرح خلاياها الجنسية الامشاق المؤنسة والمذكرة في الماء يعني الذكر يضع الحيوانات المنوية في الماء والانثى تضع البيضة في الماء فعند تزاوج الضفادع في المستنقعة بتطلق الانثى امشاجها في الماء اللي هي البيضات ثم يطلق الذكر امشاجه فوق امشاج الانثى ويحدث الاخصاب الذي تحدثنا عليه منذ قليل ويسمى الاندماج الذي يحدث بين المشيج المذكر والمشيج المؤنس خارج الجسم الاخصاب الخارجي لانه لم يحدث داخل جسم الانثى حدث في الماء خارج جسمها ولذلك يعتبر هذا الاخصاب خارجي وهذا النوع من الاخصاب قد يكون محفوف بالمخاطر حيث تحتوي البرك والبحيرات والانهار والمحيطات على كميات ضخمة من الماء وبذلك تقل فرصة التقاء المشيج المذكر مع المشيج المؤنس وتخصيبه وقد تتعرض هذه الامشاج لدرجات حرارة عالية او للتلوث في الماء طيب ازاي بقى المخلوقات دي بتنجح في التقاثر برغم الظروف الصعبة اللي انا قلت عليها ربنا سبحانه وتعالى هدى هذه المخلوقات الى حماية نسلها باطلاق اعداد كبيرة جدا من الخلايا الجنسية في وقت واحد يعني الانسة تضع عدد كبير من البيضات والذكر يضع عدد كبير جدا من الحيوانات المنوية وبالتالي يبقى هنا عندنا فرصة كبيرة تحدث عملية الاخصاب والتقاثر النوع الثاني الاخصاب الداخلي لقد مكن الله تعالى الزواحف والطيور والستديات من التغلب على هذه المشكلة بالاخصاب الداخلي يعني الانسان والطيور والزواحف وكل الحيوانات تكون بعمل اخصاب داخلي داخل الانثة بتاعتها وليس في الماء مثل ما ذكرنا والاخصاب الداخلي هو عملية اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث داخل جسم الانثة ويزيد هذا النوع من الاخصاب فرصة عيش النسل ونموه فهو يحمي البيود المخصبة من الجفاف وكذلك يحميها من الظروف البيئية القاسية ولان فرص حدوث الاخصاب في هذا النوع عالية جدا اقصر مما في الاخصاب الخارجي فان اعداد البيود تكون اقل يعني مثلا في انسى الانسان فهي تنتج بويضة كل شهر وده بيكون عدد اقل بكثير مما يحدث في الاخصاب الخارجي كما ذكرنا ماذا يحدث للبيود المخصبة الاخصاب الناجح ينتج ببيضة مخصبة وتعرف باللاقحة وبداخلها جنينا قابلا للنمو داخلها وللحيوانات بيود مختلفة من حيث تراكيبها والبيئات التي تعيش فيها الاسماك والضفادع والزواحف والطيور وبعض الثديات تضع البيود حيث تضع الاسماك والضفادع في بيودها في المياه المفتوحة وقد يعترض بيودها بعض المخلوقات الحية الجائعة التي تتغذى عليها لذلك فهي تضع حاجة تعرف باسم الهلام او شبه الجلي كده لتحيط بها بيودها لحمايتها يبقى بتحمي البيت بتاعها بمادة جيلاتينية عاملة زي الجلي وهذه المادة للحماية طبعا هذه الحماية ضعيفة جدا لانها ممكن تؤكل بسهولة اما الزواحف والطيور فتحاط بيودها بقشرة وكلنا نأكل البيض ونقشر البيض في هذه القشرة الصلبة التي بداخلها سائل مائي يوفر البيئة الراتبة التي يحتاج اليها الجنين للنمو وكذلك تحميه من ظروف الجفاف الخارجية وتتغذل اجنة على المح الموجود في البيود المح هو الجزء الاصفر داخل البيضة وكلنا نعلم ذلك وتنمي البيود المخصبة في معظم الثديات داخل جسم الام لتكوين الاجنة كما نلاحظ ذلك في الطيور حيث انها تضع البيضة بعد ان تكون اكتملت بداخل جسمها وتؤمن الثديات لاجنتها الحماية والغذاء في اثناء نمو الجنين داخل جسم الام مثل الانسان حيث ينمو الانسان في رحم الام ويكون بذلك في حماية وتتكاثر جميع الثديات بالولادة الا اكل النمل ومنقار البط فانهم يتكاثران بالبيض يعني اكل النمل ومنقار البط من الثديات ولكنها تضع بيضا ولا تلد مثل باقي الثديات لو نظرنا الى بيود الدجاج وبيود التمساح وبيضة الضفادع نجد ان بيضة الضفادع هي اقل البيود حماية لانها محاطة بمادة جيلاتينية ضعيفة هلام ضعيف اما بيضة الدجاج فهي اكثر حماية لوجود قشرة صلبة وبيض التمساح هو اكثر حماية لان البيضة لها قشرة صلبة سميكة وبذلك تحمي ما بداخلها والى هنا اصدقائنا كنوا قد وصلنا الى نهاية حلقتنا اليوم وتكلمنا فيها عن موضوع الاخطاب وانواع البيود اتم ان من الله سبحانه وتعالى ان تكون وصلت اليكم الفكرة ومن لدي سؤال فليكتبوا لي في التعليق على الفيديو وسوف ارد عليه قريبا باذن الله اشكركم كان معكم كبير معلمين محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته